السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي في الأهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات نتحدث فيها عن قضية مقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب التي قتلت بيد أهلها بسبب أنها خرجت مع خطيبها بزعمهم أنهم غسلوا العار والشرف ما زالت الأحداث تتوالى وما زالت التحقيقات مستمرة هناك أمور تم اكتشافها قريبا وتناقلتها الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من وزارة الصحة أيضا ومن نيابة العامة آخر الأخبار أنه تم القبض على أخوها الكبير وزوج أختها ورهام وهناك إشاعات على أن سبب قتلها أن إسراء كانت على علم بوجود علاقة ما بين زوج أختها ورهام التي هي بنت عمها وأيضا هناك إشاعات من خلال المحادثات التي وقفت بها التي إسراء هي اللي أسلتها لبعض أصدقاها أن زوج أختها يريدها لنفسها يعني يريد أن يتحرش بها حسب ما بينت تلك المكالمات المهم أحبتي في الله كما ذكرت تم القبض على رهام نقطة أولى إن لم يكونوا مجرمين لا يتم القبض عليهم النقطة الثانية أريد أن أبينها بعض الناس القلال واحد أو اثنين يقول في التعليقات أنت كيف حكمت وكيف جزمت بهذه القضية ولثت تحقيقات النيابة ما خرجت أنا أقول أنت جاهل مع احترامي للسادة المستمعين والمشاهدين لماذا أنت جاهل؟ لأن الفتنة إذا أقبلت عرفها العاقل وإذا أدبرت عرفها كل جاهل النيابة إذا جاءت بمعلوماتها وأثبتت مقتلهم حالك حال أي إنسان عامي في المجتمع عرف أن إسراء قتلها أخوها أو أهلها كانوا سبب قتلها إذن ما الميزة التي تتميز بها أنت عن غيرك؟ هذه نقطة والنقطة الثانية النيابة العامة على ماذا تعتمد؟ هل ينزل من السماء معلومات خاصة للنيابة؟ النيابة تعتمد على القرائن تعتمد على الأدلة تعتمد على الصوتيات التي انتشرت والتي أنا تابعتها وسمعتها المحادثات تحقق مع المتهمين إذن كلها قرائن في قرائن في قرائن ونحن هذه القرائن رأيناها وسمعناها وشاهدناها وتابعناها من خلال الفيديوهات التي انتشرت الصوتيات التي انتشرت المحادثات التي جرت وإجعاض كذبة أنها مصابة بالمس العاشق في فيديو خاصة كل هذه قرائن اعتمدنا عليها أن هذه البنت قتلت يعني عمدا وقصدا وليس فيها أذى من جن مسعاشق ولم تلقي بنفسها من البلكونة كما زعم زوج أختها إذن الذي يقول أنك تكلمت من غير أن يخرج أقول له هذا الكلام أعيد وأكرر أن الفتنة إذا أقبلت عرفها العاقل وإذا أدبرت عرفها كل جاهل وأنت للأسف من الجاهلين تنظر تفتح فمك مثل القرد تنتظر ماذا يقول النيابة أو ماذا تقول التحقيقات التحقيقات ما تقول إلا تأكيدا لما يجمعه من الأدلة والمستمسكات ونحن وقفنا على إحداثيات ومجريات الحادثة حتى التسجيل الصوتي اللي انتشر في المستشفى سألوا الممرضة أنت لماذا سجلت الصوت بدل ما تتصدي على الأمن والشرطة قالت ترفت أنها كانت مهددة وكانت خالفة على روحها قالت أنا دفاعا عن نفسي على الأقل بكرة إذا فارشة يكون عندي تسجيلات وغيرها من الأمور اللي كان هناك تكتيم على موضوع قتلها من قبل أهل أسماء ما كانوا يريدوا المعلومات تخرج ينقلوها من مستشفى إلى مستشفى هذا كلها قرائم من مستشفى إلى مستشفى أدخلوها وأخرجوها كيف تخرجون مريضة مصابة بكسر في العمود الفقري تخرج من المستشفى المستشفى سألوها كيف سمحتم لها أنها تخرج قالوا نحن ليس لدينا سلطة بإجبار المريض أن يبقى أو يخرج طيب ما عندكم سلطة لماذا يعني ما شككتم أن هذه العملية ليست عملية طبيعية لماذا لم تتصل بالشرطة لماذا لم تتصل بالنيابة والله لأن الأقوال كلها جاءت مطابقة أنها سقطت من بلكونة طيب هل الأقوال المطابقة معناتها خلاص جزمتم وأيضا كلام إسراء كلام إسراء قالت أنها سقطت طيب إسراء كانت تمر في مرحلة ضغط هي من باب أولى أن تكون مضغوطة وأن تكون تحت ضغط وخوف ورعب ما تتكلم ما تقول لأنها إذا تكلمت تعرم نفسها للنوت كما عرضت نفسها لكسر ومتعذيب هذه الأمور أريد منكم أن تعوا وتفهموا حقيقة هذه الأحداث التي تحدث ويجب أن نفهمها ونتداركها قرائما نكرر لماذا نحن نهتم بهذا الأمر؟ نهتم لأنه سوف يتكرر معك ومعي ومع فلان ومع ابن عمك بنت عمك طيب انشروا ثقافة الحق بين الناس انشروا الثقافة الدين ثم يأتيني واحد آخر يقول أنت وصفت بنت عمها بالفاسقة والفاجرة والكاذبة والحاسدة أنا ما وصفتها رب العالمين من سبع سماواته وصف الحاقبة والفاجرة والفاسقة بالنمام والكذاب بالفسوق والفجور والحقد والحسد هذا صفات رب العالمين وصف بها هؤلاء الناس المنافقين وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تقول ماذا تريدني أن أقول عن بنت امرأة فتنت ووشت وكذبت وكبرت الموضوع ماذا تريد وكانت ثدى لمقتل إسراء ماذا أقول عنها بارك الله فيها وجزاها الله خيرا أحسنت لأنها سوف تدافع عن شرفها وشرف عائلتها لا والله هي فاجرة وفاسقة وكاذبة بكلام بنصر المنافقين هذا كلامهم وهم في الدرك الأسفل من النار إن لم يتوبوا من هذه الجرائم اللي يرتكبونها في حق الإنسانية في حق البشرية إن لم تكن هي قامت بهذا التصرف والله أعلم ما كان يحصل الذي حصل من موت هذه البنت المسكينة يجب علينا أن ننشر ثقافة الوعي الحقيقي بين الناس ويجب علينا أن ندافع عن المظلومين حتى ما ينظلم غيرهم حتى ما يقع غيرهم في مثل هذه الطوام وفي هذه المشاكل بسبب إما جهل أو حسد ما أشك أنها حسدت هذا البنت وما أشك أنها غارت منه وما أشك أنها كذبت ولفقت لها تسجيلات واضحة ما يحتاج أنه أدافع عنه أو تدافع عنه هذا ما أردنا أن نبينه أعتدر إذا خرج مني كلام غير يليق بسامعكم لكن بعض الناس للأسف بسبب جهله يرفع ضغط الواحد يقول لعسل يقول لك بصل يقول لك اللبن أبيض يقول لك لا أسود إيش تعمل بهذه العقول الناقصة الجاهلة تريدني أن أدافع وفي واحد تعليق آخر نعم حقهم كيف تخرج فتاة شاب من غير ما تكون زوجتها أو حلالة يا مسكين المهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبنائنا وأبنائكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته